بسم الله الرحمن الرحيم والآتي استثناء المصانع الوطنية التي لديها مشروعات لنقل التكنولوجيا والمعرفة داخل العراق بالشراكة مع شركات رصينة لتصنيع الأدوية المهمة مثل الأدوية الصرطانية وأدوية أمراض الدم والأدوية المناعية والهرمونات من أحكام الفقرة واحد من قرار مجلس الوزراء المرقم 23151 لسنة 2023 المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها وفقا للتصنيف المذكور في المادة آنفا على أن تضع وزارة الصحة قائمة بالأدوية المشمولة الموافقة على مقترح قانون حماية المسعف والمنقذ التطوعي شرط مراعاة إرساله إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصوليا والأخذ بملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24195 لسنة 2024 بحسب الآتي الموافقة على دفع مليون دولار لمرة واحدة في نافذة الصندوق الخاص بالأعضاء الأقل نموا SFW التي أنشأها البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية على أن يتم تخصيص المبلغ في تقديرات موازنة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 2025 إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 24046 لسنة 2024 بحسب الآتي زيادة كلفة العقد المبرم مع شركة كي بي آر بشأن إنتاج وتطوير حق المجنون شركة نفط البصرة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 24058 لسنة 2024 بحسب ما يأتي وفقا للصلاحيات المالية واحد وضع وزارة المالية وديعة لدى المصرف العقاري للتجارة بقيمة كلف التشييد لمشروع الأمبوبين أربعة وخمسة والمنصة البحرية الجديدة البالغة تريليون وميتين وخمسة وستين مليار وأربعمية وأربعة وأربعين مليون دينار ثنياً التزام وزارتي التخطيط والنفط بكلف التشييد المذكور في الفقرة واحد آنفاً والتخصيصات السنوية وتدرج في التخصيصات السنوية ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط للسنوات ألفين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين ثلاثة إشعار وزارتي التخطيط والنفط وزارة المالية دائرة المحاسبة بالتمويل المستحق للشركة المتعاقدة على وفق مقدار الإنجاز والسياقات المعتمدة وتمويل وزارة المالية حساب شركة نفط البصرة من الوديعة المبينة وفق الفقرة واحد المذكور آنفاً أربعة إدراج مشروع الأنبوبين البحريين أربعة وخمسة في الموازنة الاستثمارية لشركة نفط البصرة للعام الفينو أربعة وعشرين ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خمسة استثناء تنفيذ مشروع الأنبوبين البحريين أربعة وخمسة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنياً لسنة ألفينو أربعة عشر والوثائق القياسية ستة تمويل المرحلة الأولى من المشروع المذكور آنفاً الخاصة بشراء المواد وإعداد الدراسة الحندسية المتكاملة F.E.E.D. والخدمات الاستشارية للمشروع P.M.C. من المبالغ المتوفرة في حساب شركة نفط البصرة باعتبارها أحد مكونات مقاول حقل الزبير شركتين إين الإيطالية وكوغاز الكورية الجنوبية علماً إن المبالغ المذكورة آنفاً تمثل حصة شركة نفط البصرة من استردادها للكلف البترولية والكلف الأصلية وأجور ربحية عن نسبة مشاركتها في العقد 7. دعوة شركة جي أو سي الاستشاري الياباني كاستشاري لهذا المشروع 8. إلغاء قرارات مجلس الوزراء 8. تسعة وعشرين لسنة ألفين وعشرين 8. وستة لسنة ألفين وواحد وعشرين 8. وثلاثة وثمانين لسنة ألفين واثنين وعشرين 8. وخمسمية وستة وثلاثين لسنة ألفين وعشرين 8. إقراروا توصيات اللجنة العليا المؤلفة بموج بقرار مجلس الوزراء المرقم 9. وعشرين ألف وثلاثمية واربعة وستين 9. لسنة ألفين واربعة وعشرين 10. بشأن حسم موضوع الأوزان 10. للمشروعات والأنشطة والمحددات المعتمدة 11. في الدليل القياسي لوزارة التخطيط 11. بما يوضح الأهمية النسبية للوزارات 12. وستراتيجياتها بحسب الآتي 1. إدراج تقرير وزارة التخطيط الخاص بالمشروعات المدرجة 12. ضمن جداول الموازنة الاستثمارية والمتضمن 13. المحور الفني 14. المحور المالي 15. المحور التعاقدي 15. وكما مبين في الاستمارة المرافقة الخاصة بالبرنامج الحكومي 16. ثانيا اعتماد المصفوفة الأولية المتعلقة باحتساب مقدار الإنجاز 17. مع الأخذ بعين الاهتمام إجراءات المراجعة الضرورية 17. لإعداد الآلية النهائية التي تستوعب أي تعديلات معتمدة 18. على الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي 18. تماشيا مع المادة هاء ثانيا من مبادئ المنهاج الحكومي 19. التي نصت على الحرص على الالتزام ببنود المنهاج الوزاري 20. وبرنامجه الحكومي لا بد من إخضاعها لمراجعة سنوية 21. أو كلما اقتضت المستجدات لتصحيح المسارات حين حصول انحرافات فيها 22. أو توسيعها إذا سنحت فرص النجاح للمضي قدما 23. ويتطلب ذلك صياغة برنامج دقيق لمتابعة وتقويم المنهاج 24. على أن تعتمد هذه الآلية في التقرير نصف السنوي 24. اعداد دليل قياسي محدث للمشروعات والأنشطة 25. مستنبط من نماذج عالمية رصينة 26. ويتم تطويعه على وفق طبيعة المؤسسات العراقية 27. من فريق مختص يتضمن عضوية 28. كلا من وزارة التخطيط 29. فريق البرنامج الحكومي 30. الأمان العام لمجلس الوزراء 31. على أن يتم تدريب الجهات الخاضعة للتقويم 31. على هذا الدليل واعتماد أنظمة 32. وبرمجيات لغرض تجميع البيانات واستخراج النتائج الألكترونية 32. وذلك لتحقيق الدقة والعدالة في القياس 33. وفيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة من السنوات السابقة 34. أقر مجلس الوزراء التالي 34. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية 34. لمقاولة عجلات الإطفاء والإنقاذ للأبنية العالية 35. نوع سلم برنتو لا يقل عن 52 إلى 54 متر 35. وزيادة الكلفة الكلية 35. لمشروع تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية 36. زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة 36. لمكون مشروعات إنشاء مقرات مؤسسة السجناء السياسيين 37. في محافظات البصرة 38. ميسان بابل 39. النجف الأشرف 39. الديوانية 40. كاركوك ديالة 40. وقضاء تلعفر 40. زيادة الكلفة الكلية 41. لمشروع إنشاء مستشفى 42. ميتين سرير في قضاء الرميثة 42. محافظة المثنى البنى التحتية 43. وتغيير اسمه ليشتمل على تدقيق التصاميم 44. وجداول الكميات والمواصفات الفنية 45. وإجراء فحوصات التربة والتنفيذ للمشروع 46. زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة الأعمال التكميلية لمشروع 47. إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة المثبتة ضمن مكونات مشروع 47. إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة 48. وتغفيض الكلفة الكلية للمشروع 49. تعديل اسم مكون تكملت بناية المركز الثقافي جامعة الأنبار 49. إلى هدم وإعادة بناية المركز الثقافي في الأنبار 50. ضمن مشروع الأعمال التكميلية لجامعة الأنبار 50. وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية 51. زيادة الكلف الكلية لمشروعات محافظة الديوانية المتبقية من عام 2016 52. وحسب ما مبين في كتابي وزارة التخطيط المعني 53. شكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة